يقول أنه مرشح لجائزة بوشكاش هدف ممتس هدف عالمي أكد لك الكاليتين الكبيرة متاع اللعب عرفش يعمل ظهر كالا الديفنسور وهزا كما حبه هو حتى بالسيق ديسار شاكينا عند القبول الكابتن على تعيين البتكوفيتش مدرب المتخب الجزيري ينجح ليه كيفاش كيفاش من الحقيقة شوف شوف شعلتين بين هك وهاك لنها اقترب حتى الأفضيل لنظر الإذرا للمتخب الجزيري نقلا نوعية على جميع المستويات شوفنا الثقة الكبيرة لن نعم في الدفاع أو أنه لن نوعية النقل نقلة نوعية شوفنا الجوار شوف كاليتي موجودة مي كنفيانس ثيقة لتعطيها الملعبية ياسين ابراهيم رجع بعد غياب عمين يظل عمين بعد عمين هو الذي غير وجه الجزائر اللاعب وحده غير المنظومة بكل الزام جديدة زاد عمورة اخذها ثيقة اكثر بن زي نبيل بن طالب وجه اخر كما قلت المشكلة في الدفاع اكيد اكيد المدرب يزم يرقى كارثة كارثة في اللاكسة كابتن بش نصلك على دفاع منتخب الجزائر والانتقادات اللذي خاصة المدافعين المحوريين في مدخب الجزائر لكن ياسين بن زيا كابت ناسين بن زيا بارح زوز هداف اسيست ناس تقول وين كان مخب ياسين بن زيا لاعب كاراباك الازربيجان يعود للمتخب الجزائري بيتكوفيتش يمنحه الثيقة وكان على قدر الثيقة يمنح الثيقة خاطر هو يستحق هذه الثيقة لان مؤهلاته تسمح له باشي نال ثيقة المدرب والمدرب عنده عنده عين وعنده قراءة لللاعبين معنى ما هوش مدرب يجيب بيتكوفيتش هذا من ناحية من ناحية اخرى دي الاضافة نتكلموا عليها الاضافة الفردية للمجموعة شو اللي صار في الجزائر انتي قلت لماذا تغيرها قلت لك مدرب وياسين براهيم بالحق نعطيك ارقام ياسين براهيمي كابتن البارح ياسين براهيمي هدف اسيست ثلاثة فرص جاب اربع مراوغات اثنين منها ناحية اربح سانك جوال من ثمانية معنى في عمر اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين سنة تقييمه كان ثمانية فاصل ثلاثة بنزية تسعة فاصل اثنين تقييمه افضل جوز لاعبين في المباركة وشكونوا ياسين براهيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة